أنا سيدي عندي طبيب وبيعالجني بدوى قلدي متولع به بالسيدي رسول الله كورو هذا الحبيب لم يدعني اشتيبا بالبادة من قريب وانا ظلتني أنا سيدي عندي طبيب وبيعالجني بدوى قلدي متولع به بالسيدي رسول الله كورو هذا الحبيب من قريب وانا ظلتني ليس قط يغيب على فؤادي سنة أنا سيدي عندي طبيب وبيعالجني بدوى السلام عليكم، بن كيران محمد رئيس جمعية نخبة الشباب الوطنية المدية حسام عبد المغرب فرح القصر الكبير ومقيم هنا بمدينة طنجو خريج مدرسة الوطنية التجارة التسير حاصل على إجازتين، إجازة في الاقتصاد وإجازة في القانون وطبعاً عضو مؤسس للنخبة الشباب الوطنية المدية حسام عبد المغرب طبعاً كان رحبه بالجمهور الكريم وكنتمنى أن هاد الربورتاج هادين الإعجاب ديالهم يكون عندي مستوى ديال تطلع ديالهم الفكرة ديالاني ننتهى الورش في الأول كنت بديتوا في المؤسسات التعليمية وكنت كنديرهم ليكنت كنقرأ فكنا دائماً كنجلسوا كنفكروا شنو هنديرهم في المناسبات الإعياد الدينية والوطنية كنا كنجلسوا مجموعة ديالتالاميد ديكساعة باقين تالاميد كنحفظوا مع بعديتنا شوية ديال الأمداح شوية ديالطرب الأندلوسي كنا كنؤديوها فمن ثم بقى دائماً عندي هاد المسألة ديالاني نحفظ للناشئة نحفظ للناس هاد التورات هادا بحكم أنني قائد في الكشفية الحسنية المغربية فمن الحويجات اللي ضروري يكون عند القائد التربوي وأنه يكون كي حفظ الأناشيط من ثم بقات هاد الاستمرارية هادا ديالاني نحفظوا الناس الاناشيط ونحفظوا مسائل لتورات ديالنا بحكم هو الضومين اللي أنا دائماً فيه وضومين المدى حسماع والطرب الأندلوسيومن هنا نباطقات الفكرة هو أننا نحفظوا على هذا المورود الثقافي ديالنا اللي مادي كما كان عرفوا أن المريوح والسماع والطرب الأندلوسي من الحويجات ديالنا اللي عشنا بهم وتربينا عليهم وكبرنا بهم فمن الواجب علينا أننا نحفظوا عليهم أننا نلقنوهم للناس باش تبقى ديكالاستمرارية ويبقى هو الحويجات اللي كنتميزوا بها على الثقافات الأخرى الحمد لله اللي القنافة السنوات الأخيرة وأنه كين إقبال كبير خصوصاً من الشريحة ديالشباب الشباب حمد لله بدوا كيسعطوا لهذا الفن هذا كيحاولوا يبحتوا عليه كيحاولوا يقلبوه هاتش اللي كيخلينا أننا نزيدوا من العزيمة ومن الإصرار من النظر لأننا نصلوا لليك الباركة اللي عندنا ديال مديوح السنعة كونه هو عليش كيتسمى كورال عليش حيث الناس اللي ماندونش صوت وما قدرينش أنهم يؤديوا ويحدهم والناس اللي عندهم الصوت وما كيكونوش عندهم فرصة فين أنهم يبانوا كييتجمعوا كيعتونا واحد الخاليط اللي هو متجانس ما اللي كنسمعهم كاملين كنسمعوا أصوات اللي هي رائعة يعني ماشي بالضروري يكون عندي صوت زوين باش نقدر اني نشارك في الكوريل طبعا المشاركات كيكونوا من الضروريات حيث احنا منبيل الهدف اللي كينا الهدف اللي هو اللي هدرنا عليه واننا نحافظوا على هالتورات الهدف الثاني وان الموهب اللي كينا خصت تبن وباش تبن خصت تلقم مع الجمهور وباش تلقم مع الجمهور خص يكونوا عندها مشاركات سواء في مهرجانات سواء تسجيلات تلفزية وعليش اللادوك المهرجانات ما يكونش حتى خارج المغرب هو في الحقيقة كل ما هو توراتي كيعجبني طبعا هذي هذي موهبة وكاتعجبني وكالقاداتي فيها وبالتالي اي حاجة عند علاقة بالتورات المغربي الاصيل كنحاول انني نكون دائما فيها ونعطي صورة زوينة على هادو التورات وعلى هادو الفن هيدا للناس كاملين اللي كيتبعوني انا بالنسبة لي كيبقوا هذوك ارقام فقط وباش نهدر على الواحد واش معروف ولي ماشي معروف ماشي بالدرورة نشوفوا الارقام اللي عنده في صفحات دياله كين معايير واحد اخرى وحتى القديد الانه معروف ما معروف كل واحد ينطلق خير من النقطة اللي هو فيها ومن الموقع اللي هو فيه ويحاول يؤثر في ذوك الناس اللي دائرين به على ارض الواقع كتار من ذوك الوسائل هذيك الوسائل هي فقط كتجدب الانتباه ديال الناس باش اللي كان كيقلب وعنده رغبة انه انخارط في هذه التورات هذا وانخارط في المحافظة عليه كتعطيها واحد النموذج كيكونوا فقط نماذيش صغيرة لا يشتوا المقاطع فيديوه ترمكي مكي جاوزوش دقيقة فقط باش الناس اللي كتقلب على هاتشي كتعطيها واحد المقطع صغير اللي يخليها انه يجذبها ويجيل عندك طبعا كنبغين نشكركم بعد هذي اول حاجة كنشكر موقع مدار واحد وعشرين على هذي الاستضافة هذي وعلى هذي التغطية الإعلامية كنشكرهم حيث هم غي ساهموا معانا باش نحافظوا على هذي تورات هذا كنشكر الموحبين والولوعين بهذا الفن هذا ومن خلالهم الجمهور كامل حيث كنا مجموعة الناس اللي ما عندهمش فكرة على هذي الفن هذا هذي فرصة باش انهم يشوفوا هادشي يزوروا يتقربوا عندنا ويجووا عن قرب وعن كاتب يشوفوا الحصاص دينا كيفاش كتدوس تبارك الله عليك أمينة أخريف الله روسي نائبة رئيس جمعية شباب جيل خامسة تنمية والتكوين مستفيدة من ورش المديح والسماع تحت تأطير الأستاذ محمد بن كيران إذن الجمعية تبنات هذي الورش في بداية شهر أكتوبر تحقيقا لأحد أهداف الجمعية خصوصا أن مدينة طنجة شبه وقلو خالية في حال هذي الورشات هذي كيساهموا في تشبت والاعتزاز بالهوية الوطنية والثقافية والحضارية أيضا وهي فرصة لنا كشباب مدينة طنجة أن نجيوا شحنوا رأسنا بواحد لنغجي جديدة لنكملوا بها الأسبوع دينا وكتكون واحد لما ربانيا بين البانات بقي للأسف العنصر الدكوري متغيب لكن الحمد لله شويش بشويش وان شاء الله يا ربي كتمنوا أن هذي الورش ما يكون شي محدود فقط في مدينة طنجة لأنه دبا كين في قصر كبير مع أستاذ بن كيران كنت نشوفه كنت نشوف الورش دياله في قصر كبير كنت نتمنى فوقش يكون عندنا هنا في مدينة طنجة ومنحوص للحد أن الجمعية دينا يتبناتوا وان شاء الله تعالى نتمنى ويكون في المغرب كامل مشيغل على سعيد الجيها فقط ومتنسوش تأبونوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر